سياسياً وفي إطار استحداث وترسيم المجلس الأعلى لشباب من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تتكثف جهود الأعضاء الستة عشر المعينين بالمجلس لتمثيل الجالية في رسم مسار الجزائر الجديدة بسواعد شبانية تقرير في الموضوع لمريم والي ستة عشر عضواً ممثلاً عن شباب الجالية الوطنية بالخارج جرى تعيينهم مناصفة بين الجنسين من قبل الخارجية الجزائرية ضمن 348 عضواً يشكلون المجلس الأعلى للشباب المستحدث من قبل الرئيس عبد المجيد تبون كفاءة شابة تجندت دون مقابل لاستكمال البناء المؤسساتي للجزائر الجديدة عندنا ثقة عالية في أنفسنا في خدمة الجزائر في بناء جزائر الغد في بناء الجزائر الجديدة بتبادل أفكارنا صغيرة كانت كبيرة بتبادل طاقتنا الإيجابية بتبادل الخبرات المكتسبة هنا في ديار الغربة وفي الخارج عندنا رغبة كبيرة في بناء وطن الجزائر في شتى القطاعات والمجالات والميادين وعلى السلطات العولية تعزيز الثقة مع الجالية المقيمة بالخارج إن شاء الله لتخطي العرقيل والشروع في المشروع الكبير وهو تطوير الجزائر الجديدة آلاف الشباب في أعزي العطاء يتواجدون خارج الديار تعول عليهم الجزائر وتحضرهم لتبوء المناصب في إطار رسمي تتكاتف فيه الجهود بما يشكل برلمانا مسغرا للكوادر الشاب مجلس على الشباب هو تجسيد لإرادة سياسية لتمثيل الشباب في القرار السياسي هذا من جهة ومن جهة ثانية هو تدريب الشباب على التبوء المناصب وعلى الممارسة الديمقراطية تبقى سواعد المجلس الأعلى للشباب برئاسة مصطفى حداوي فروة حقيقية للجزائر ويبقى ممثله خارج الديار خير سفراء لهذا الوطن